السلام عليكم. كل عام بخير. الموضوع اليوم عن موضوع الدمامل اللي بيجينا في بعض المرضى بيجي عنده مع بعض الحالات بيجي عنده ملتب الأبسسس يعني دمامل متفرقة بالجسم بتكون المريض هذا إلو فترة زمنية طويلة بيجينا مرات عندهم الأبسس بيجي على إيديه على إجريه على الفخذ مؤلمة كثير هذه الدمامل بتكون مرات توصل للتهاب ووصل لأعمق من الجلد ووصل لجولة الأنسجة خلي نحكي للفاشية اللي هي الأنسجة المتحت الجلد الآن أسبابها كثير مزعجة مؤلمة من أهم أسبابها خلي نقول مشاكل في الجهاز المناعي عند كثير من الناس اللي عندهم سكري اللي بدخنوا خلي نقول الناس اللي عندهم مشاكل اطراب جهاز مناعي طبعا هي عبارة عن إيش عبارة عن التهاب في منطقة معينة تحت الجلد أو في الجلد هذا الالتهاب بيصير في حمرار وبيصير في بكتيريا ميتة وبصير فيه كلا الدم بيضاء ميتة فبصير فيه الصديد أو الدمل هذا اللي بنسمي الآن إيش المناسبة ليش أنا بحثي موضوع الدمامل لأنه موجودون مرضى كثير في عندهم حالات متكررة زي هكذا ادخلنا على البرنامج العلاجي تبع مرضى اللي بيجي عندهم مريكا رانت أبسسة اللي هو البرامج العلاجية الضوئية طبعا إحنا كجراحة عامة أو أي طبيب لما يجي مريض عنده دمامل كثير اللي بصير إنه إحنا بنفتح الدم لهذا بنطلع الصديد بنغسل بننظف وهذا الإجراء الروتيني اللي لازم ينعمل ما بصير أنا أبسس أتركه مسكر لازم ينفتاح مرات بنعطي مضاد حيوي حسب الحالة إذا كان فيه عدو التهاب واصل في الدم مثلا أو ارتفاع في الحرارة زائد إنه إحنا بنصير نعملوا غيرات يوميا الآن جديد صرنا أو من فترة من عدد سنوات صرنا ندخل ضمن العلاجات اللي هو الملتب الأبسس هدول بعد الإنسيجن والدرين نعمل لهم جلسات ضوئية بنستخدم الضوء المستقطب بنستخدم الضوء الأحمر أو الإنفارد لقينا إنه في نسبة كثير منهم بتقل إحتمالية إنه يرجع الأبسس هذا خاصة لما يكون الأبسس تحت الأباط أو لما يكون بالأطراف فبيقل نسبة الأوشة بزيد نسبة الإتئام وبتقل بشكل كثير نسبة رجوع هذه الدمامل طبعاً في مشكلة ثانية عند مرضى اللي يصير عنده ملتب الأبسس في بعض الحالات بيكون عنده بشغلة بنسميها بايوفيل ذكرنا في محاضرة من محاضرات البكتيريا نفسها للاستاف والاستريبتون بيعملوا نوع من أنواع المستعمرات وبعد فترة هذه المستعمرات بتنتقل في الدم و بتروح في أماكن ثانية فبتلاقي المريض عنده دمال مثلاً في الساق بعد شهرين ثلاثة أجاكل عنده دمال في الضراع أو بالبطن أو بالصدر فلقينا إنه استخدام الضوء بشكل عام بيقلل من احتمالية الميغريشن هاي أو الهجرة تهادي البيوفيل لأنه أنت بتفتح الدمال بتنطفو بتعمل جلسة ضوئية مباشرة بتعزز الجهاز المناعي بتقلل احتمالية إنه البكتيريا تنتشى ففوائد العلاجات الضوئية بإدمام المتكررة الآن صار بعطينا نتائج كثير جيدة و بنصح كل مريض وكل طبيب اللي بتعامل مع هاي الحالات إنه يدخل علم العلاجات الضوئية في علاج اللي هي الملتب الأبسس لمرضى و شكرا لكم و كل عمتوا بخير شكرا لكم